وقع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وبحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وسعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البحرين وأيضا ممثلية صندوق السعودي للتنمية وقع على عقود بناء 1265 وحدة سكنية بمشروع الرملية الإسكاني مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تصل إلى 56.7 مليون دينار بحريني تفاصيل أكثر مع الزميلة خولة الجرينيس في سياق التقرير التالي أبرم وزير الإسكاني باسم بن يعقوب الحمر مع أربع شركات مقاولات بحرينية عقود بناء مشروع الرملية الإسكاني بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية يوم مهم لنا في وزاة الإسكان من خلال توقيع اتفاقيات البد في تنفيذ مشروع الرملية الإسكاني وطبعا هذا حدث جدا هام خصوصا بعد مرور ثلاث سنوات من الإجراءات والتخطيط والاستملاك هذه الأرض المخصصة لهذا المشروع طبعا قيمة المشروع 57 مليون دينار بحريني موزعة على أربع مقاولين بحرينيين وهذا في الواقع يأتي لمنح الفرصة لأكبر عدد من المقاولين البحرينين للعمل والمشاركة في هذه المناقصات وأيضا العائد بإذن الله تعالى بيكون كبير على الاقتصاد المحلي نأمل إن شاء الله أن يتم طرح مناقصة البنية التحتية لهذا المشروع خلال الشهر القادم لنبدأ إن شاء الله بتنفيذ أيضا البنية التحتية بموعد أقصاه شهر ستة من هذا العام طبعا نتوقع إن شاء الله أن الـ 1265 واحدة سكنية بيتم إكمالهم في أقل من 24 شهر أو أقل من سنتين من الآن ما هذه الاتفاقيات التي أبرمت اليوم والتي مجموعة يناهز الـ 442 مليون ريال سعودي لبناء 1265 واحدة سكنية إلا أحد ثمار هذا التعاون المثمر بين المملكتين وستظل المملكة العربية السعودية داعمة لشقيقتها مملكة البحرين سواء كانت على الصعيد المالي أو على الصعيد الاستراتيجي أو على كل العصيدة العقود التي تم إبرامها اليوم تنص على تكليف أربع شركات مقاولات ببناء 1265 واحدة سكنية بقيمة 56.7 مليون دينار بحريني مشروع الإسكاني حق الرملي اليوم هذا ثاني مشروع يموله صندوق السعودي التنمية في البحرين المشروع الأول كان بالضحية الجنوبية وهذا مشروع مهم صراحة لأنه يحل أزمة الضغط على توفير المساكل للمواطنين والصندوق من المؤسسة المولية المهتم صراحة في تنمية الجوانب الاجتماعية للمواطنين خاصة التعليم والصحة والإسكان بذلك نحن جداً مشكورين لجهود وزارة الإسكان وإلى صندوق الدعم السعودي لأنهم مكنوا البحرينيين كمقاولين بأن هذه أول مرة بتمكين بقبولهم أن البحريني يقومون بتنفيذ هذه المشاريع تقريباً قيمة المشروع اللي نحن نقوم به هو تقريباً 10 مليون دينار والفترة الزمنية تتراوح حوالي 18 شهر فنحن نأمل أن ننجزها قبل هذه الفترة بإذن الله المرحلة الأولى في المشروع على وشك البدء ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بعد عام ونصف بعد البدء بمرحلة البناء والتشهيد الوحدات اللي تبنى الآن هي من نوع دي 11 وحدات فيه قافة المتطلبات الأساسية للإسراء البحرينية وبمساحة 240 متر مربع فترة التنفيذ للوحدات الساكنية بتستمر 18 شهر وعن قريب إن شاء الله بيتم ترسية مناقصة البنية التحتية حق المشروع حق المدينة كاملة البيوت والشقق التي تبنىها مستقبلا فترة التنفيذ كذلك حق البنية الأساسية بتكون إن شاء الله 18 شهر ولكن بيكون هذه بتمشي بالتوازي مع بناء الوحدات ونتأمل إن شاء الله ما بين 24 إلى 23 شهر تكون البيوت بالبنية التحتية جاهز إن شاء الله وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي يتم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية وذلك تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ 25 ألف وحدة سكانية خولة لجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين